عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات برنامج أطروحات العامة وذلك بحضور مسؤولي الوزرات والجهات المعنية خلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن مؤشرات البرصات العالمية للدول المتقدمة والناشئة شهدت تراجعا عما في أدائها في ظل تهارج المستثمرين من حقوق الملكية كآدات استثمارية في ضوء ما يشهده العالم من تجديد في السياسات النقضية كما تم خلال الاجتماع استعرضوا الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات وما تم إنجازه والجدول الزمني المستهدفة